بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ورد إلينا سؤال في مركز الأزهر العالمي للفتوة الإلكترونية سائلة تسأل وتقول هل يجوز أن أدخل الخلاء أي الحمام بسلسلة أو شيء فيه ذكر الله عز وجل نقول وبالله التوفيق أنه ينبغي تعظيم شعائر الله عز وجل قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز دخول الخلاء أو الحمام بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا إذا كانت هناك حاجة لذلك كأن تخاف على هذه السلسلة من السرقة أو الضياء فإنه يجوز لها أن تدخل في هذه الحالة بالسلسلة لأنه قد ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر